اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة أي واحد عنده الدار دياله كاري هنشي واحد وبغي يهبط له في التمن دياللك كتر من عسرها في المية يعني عسرها 11 في المية 12 في المية يعني كاري له بخمسمية رديته له بربعمية أو بربعمية وعشرين أو بربعمية وثلاثين أو لا بحالها كماتلا هبطي له في التمن فانت في الحالة هذي غادي تهب يعني الدولة في ال RPF ديالي عليك تخفي تسعين في المية تقريبا RPF قراء تيسع هاقول يعني الدريبة كما يقول الضربة الدخل الشخصية عاد تكون 90% أقل من ديك شلي مولفك تخلص يعني هذا شنون ما يعني ديره يعني تشجيع لأن صاحب المنزيل يكري أن الناس اللي أصحاب الدخل اللي مشي ما يصور أما الناس اللي غادي يكريون الناس اللي عندهم الدخل طالع بالزاف فهنا في هذه الحالة هذي يعني هنا البلديات غادي تشوف في هذه الحالة هذي ربما هذي الناس هذو اللي كيكريون ديك الناس اللي لبس عليهم غادي الـ EB اللي هي الضربة ديال البلدية غادي تضغب الـ 50% يعني إلا كتقلب على الـ الناس اللي عندهم العقة فإنت قدر تلك الـ EB يطلعت الـ 50% أكثر من تمنك وتكتخلص في الأول يعني في هذه الحالة دي شنون كنفهموا أنه مول الضار غادي بقى يبغي يقلب للناس اللي هما الدخل ديالهم لقد الحال أو للشباب أو للناس اللي اللي ضعاف أو لا يهبط في الثمان ديال الكرة هو يهبط في الثمان ديال الكرة ديال تخفض في الـ RPFA يعني أنت من الصالح ديالك أنك إلا كنتي كارن شيء 1 بـ 500 أرد لـ 400 أو 420 لو كنتي كارن بـ 700 خليها لـ 550 وشي حسب حالك مثلاً يعني أنت إلا هبطي أنتا غادي عتتعفى 90% من الـ RPFA ديالك يعني استعمل مويبياً ومقترح رائع ورائع جداً كيحمي صاحب المنزيل وكيحمي حتى المكتري اللي هو غي يخدم مصلحة الـ 2 هذي أول مرة كنشوف مقترح حالك كيقدموه هذا الوزير هذا اللي غادي يقدموه البرلمان باش يصدقوا عليها إن شاء الله يعني غالباً لأن الدباطي كبير في البرلمان هذا الموضوع ديالك المقترح اللي يقدمو كنقدموه طبعاً بطبيعة الحال بوديموس ومع البيسيوي واللي لقي واحد راكم معارفين تشوكي كبير بقي ما كيش الوعد اللي كان وعد البيسي بريسينتي لجوبرنون اللي قال بأن الفينال ديال هاد المسهده القانون غادي يكون جاهز القانون غادي يكون جاهز حمنا كنتمنوه بعد الحال تمنوه الكلام دياله اللي قال ميت فايرش ولكن المقترح اللي قدموه الوزير هادا صراحة مقترح رائعي اللي كان فعلاً أن الجوبرنو أو للحكومة إسبانية كتخدم يعني ليلة نهار باش خلز واحد القانون يعني اللي ديال الكلير اللي نواب ديال الكلير فهدي من المقترحات الرائعة اللي قصد دخول والناس خيفانين من الكراك يقول لك أنا لن تنكري غادي الضاربة أي فرعوني بالضاربة ومو الضار يعني مثلا ما غاديش يحديلي ضاري بزرد الحواج هنا في الحال هذي يعني الدولة كتشجع أنك تكري الضار مدم أنك غادي تكون يعني مثلا غادي تستفيد موحد تخفيض اللي هو وصل حتاً 90% في ال-RPFA اللي أنا كنضون وقلها مقترح يعني في المستوى اللي قابل للتطبيق قابل النقاش وقابل اسمته هاد شي هادا بالضبط يعني موجهه بالدرجة اللي ولا قل لك الزونا التنسيونادا التنسيونادا معني المناطق اللي هي في هالكرة طالع للسماء بحال بارسلونة مادريد بيلباو سانسي باستيان فيطوريا بزاف زاف زاف معلقى المدن يعني تقريبا وقلها أنا كنضون اسبانيا كاملة ولا التنسيونادا اللي كرة ولا طالع بزاف فالمناطق اللي في طالع الكرة فيهم بزاف هادو كام يستفدوا من هاد المقترح اللي قدموا الوزير وهالتخفيضات اللي صراحة اللي هي في الموز سواء اللي يعجب بزاف دين الناس كانتظن أن الفكرة واضحة وصلتكم إن شاء الله كانتمنوا خير في هذا الباب هذا ودائما ننتظروا الجديد إن شاء الله ونتظروا أن القانون يخرج باش نتقاسمه معكم في هذا الباب هذا تحية لكم محبين قناة كريم كسر إنما كنتم شكرا لمشاهدة حتى الفيديو القادمة تساعدوا لنا لايك والبرتاج وإلى اللقاء